الزميل باسم أبو العنين مراسل تلفزيون المصري يطلعنا على المزيد من التفاصيل بشأن قفل الطبية التابعة لمؤسسة حياة كريمة بمنشأة القناطر بمحافظة الجيزة منذ انطلاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة في ربوع مصر للقضاء على الفقر بشتى أنواعه والوصول للقرى الأكثر تطرفا والأماكن العشوائية في الحضر هناك ملحمة يومية تقودها مؤسسة حياة كريمة في شتى أرجاء الجمهورية واليوم نحن في منشأة القناطر وتحديدا في قرية الحديد مع قافلة طبية متخصصة هذه القافلة الطبية المتخصصة في طب الأسنان جاءت إلى هذه القرية والتي تصنف من القرى الأكثر احتياجا والتي تقع ضمن دائرة اهتمام المبادرة الرئاسية حياة كريمة جاءت القافلة هنا لتقدم لأهالي القرية خدماتها الطبية النوعية والتي تقدم على أو من خلال أحدث الوسائل الطبية وأيضا عرفنا اليوم هنا أن ما يستدعي من الحالات الطبية في طب الأسنان إلى تدخل جراحي أو تدخل متقدم أكثر من حدود هذه السيارة المتنقلة فإنه يتم إحالته إلى المستشفيات في محيط الشيخ زايد وفي طب أسنان القاهرة بالقصر العيني كما عرفنا بذلك السيد دكتور هشام عميد كلية طب أسنان القصر العيني حياة كريمة في كل مكان وفي كل ربوع مصر لتقدم لأهل مصر كافة الخدمات المتنوعة خصوصا فيما يتعلق بالقطاع الطبي من خلال عيادات متنقلة في كافة التخصصات لتقدم لأهل مصر يد العون في كل ما يحتاجونه من قرية أبو الحديد منشأة القناطر كان معكم باسم أبو العينين التلفزيون المصري